وفي إطار العمليات النوعية التي تقودها وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الناجع للمعلومات التي أفاد بها الإرهابيون الموقفون مؤخرا بولاية السكيكدا تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتمشيط بيتيزي وزو تمكنت من كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين واسترجاع بندقيتين رشاشتين أم بيكا وصاروخ أرض جو من نوع ستريلا أم إثنان وقاذفين صاروخيين من نوع أر بي جي سبعة وقاذف صاروخي من نوع أر بي جي اثنان وبندقية صيد وثلاث وعشرين قنبلة تقليدية الصنع وأربع قذائف وأر بي جي في وتسع حشوات دافعة خاصة بالقواذف الصاروخية ومنظار تزديد خاص بالقاذف الصاروخي أر بي جي السبعة ونظارة ميدان ومعدات تفجير ومخازن ذخيرة و2156 طلقة بالإضافة إلى الألبسة ومواد غذائية وأدوية وأجهزة إلكترونية وأغراض أخرى كما مكنت المعلومات ذاتها من استخراج رفاة الإرهابي غيسي عبد الحكيم المدعو سلمان والذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005 قبل أن يتم القضاء عليه سنة 2009 وتأتي هذه النتائج النوعية لتؤكد فعالية مختلف العمليات التي تقودها وحدات والجيش الوطن الشعبي في القضاء على جميع مظاهر الإرهاب وقطع جميع مسببات البقاء لهؤلاء المجرمين ودحرهم حيثما وجدوا